أكثر من ثلاثين سنة مذيئة مشهور في برنامج الهوكي في كندا اللي بتبثه كثير من القنوات اسمه دون شيري انشهر كثير انه دايما بغير بدلته يعتبر يعني رمز للهوكي وكل الكنديين بسمعوا البرامج تبعته خاصة لانه الهوكي يعني دعبة مشهورة في كندا واشتهر على التلفزيون الكندي عدة اذاعات حديثا زي ما حكيت انا في حلقات سابقة في عيد في كندا اسمه Remember and Stay بلبسوا الكنديين عند القلب على ايدهم الشمال زهرة بسموها زهرة الخشخاش البابي لونها احمر في زلة لسان دون اتهم المهاجرين الكنديين خاصة في مدينة تورنتو مساساقة بانهم ما بحطوا هاي الزهرة هاي الزهرة او هاي الوردة بحطوها تقريبا كل الكنديين في يوم الذكرى وتمادى على الهواء في برنامجه واتهمهم انهم عنصريين وانهم ما بيهتموا في مواضيع كندا والتعايش مع كندا وهو طبعا مشهور بانه عنده كتير دفاع عن المحاربين القدامى طبعا القصة فيما فيها انه لما اتهمهم حكى كلمة اسمها يو بيبل انتوا يا عالم انتوا يا جماعة يو بيبل حتى سماهم يعني يو بيبل ايميغرانس يعني الكلمة كانت كبيرة كثير فانقلبت عليه الموضوع وكل القنوات والنشرات الاخبارية وصارت تحكي عن الموضوع كيف العنصرية هاي عنده ومبارح المحطة اللي بيطلع عليها اعتذرت واعلنت انه استقال هو او انه خدماته والمذيع الجديد اعتذر كمان وقال انه يعني هو اغتر بنفسه بالغ في تقدير حجمه وشهرته طبعا هذا الطرد من البرنامج ومن المحطة له رمز كبير في كندا كندا فيها يعني في عنصرية ما بحكي لا بس يعني انسان زي هيك بهذا الحجم وعلى التلفزيون يقوم بعنصرية مميز زي هيك كانت شغلة كبيرة احنا عندنا كتير مهاجرين يعني كندا فيها السكان الاصليين ما بتجاوزوا 2 مليون نسمة من 38 مليون فالباقي كله مهاجرين اذا مش اول جنيريشن ثاني جنيريشن ثالث جنيريشن او رابع جنيريشن طبعا هذا الموضوع مرفوض قطعيا وفي عليه قضاء وفي عليه قانون واذا كان في ادلة واضحة طبعا هون نحكي انه هو استغل منصبه وشهرته وثروته لكن للأسف ضيع مستقبله بكلمة بذيئة استخدمها او رجيكم الزهرة الان معي خليكم انا طبعا احنا خلص العيد فا انا مش حاططها هاي زهرتين و سلام للجميع يعطيكم العافية اشتركوا في القناة